في سياق متصل أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائرية أحمد عطاف الذي يزور نيجيريا ودولاً إفريقية أن رئيس عبد المجيد تبون يؤمن بقوة أن المجال لا يزال متاحاً لحل سياسي تفاوضي للأزمة في النيجر وأوضح عطاف أن تبون يدفع بكل حزم إلى الاحترام الكامل للإطار القانوني والإفريقي الذي يحذر ويرفض التغييرات غير الدستورية تم الاتفاق بصفة خاصة على ضرورة تنسيق الجهود المبذولة من قبل بلدين لا سيما المبادرات التي اتخذها الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره النيجيري السيد بولا أحمد تينوبو بصفته الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غربي